السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أهلاً وسهلاً ومرحباً بحضراتكم مع الصحابة الذين أسلموا من غير العرب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس وخير البشر بعد الأنبياء والرسل رد الله عنه مع صحابي جديد هذا الصحابي هو اسمه أيمن ابن عبيد الحبشي أيمن ابن عبيد الحبشي رد الله عنه معلوم هو من الحبشة ولكن له هجرة وله جهاد واستشهد يوم حني وسبب استشهاده يوم حني أنه ضحى بنفسه من أجل الحفاظ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أصارحكم كثيراً ما سألت نفسي هذا السؤال إننا كلما ذكرنا واحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا بعض مواقفه فنجد أن هؤلاء منهم من له موقف يحكى بألف موقف ومنهم من له مواقف كل موقف منها يحتاج إلى عشرات السنين من التربية والتضحية حتى يصل الأمر إلى جزء ولو قليل مما نحكي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة دائماً ما نقف أمام هذا الجيل الوحيد الفريد العظيم الجليل ونحن نقف في حالة من حالات الحيرة ولكن يأبى الله عز وجل أن نبقى حيرة فيمر بنا الزمان وتأتي الأجال جيلاً بعد جيل فنرى إخواننا المستضعفين في شط بقاع الأرض ونرى إخواننا في غزة ونرى أمهاتنا ونرى أباءنا ونرى أولئك الذين سشهدوا نجد منهم صبراً وجلداً وصلابةً وصبراً على البلاء بل يصل الحال إلى أن المرأة منهم يقول أراضيت وكأنه يريد أن يقول إن كنت لم ترضى فزدني بلاءً على هذا البلاء فالحقيقة هذه أمة فيها خير عجيب لأني حريص دائماً ألا أتصور الناس حين نتكلم عن الصحابة أن نقول الصحابة ما لنا بالصحابة الصحابة هؤلاء قوم نصطفهم الله صنعهم الله عز وجل على يديه فما شأننا بهم ما لنا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كأننا نريد أن نجعل من الصحابة أساطير لا يمكن أن تتكرر لا يمكن أن نجد لها مثالاً بعد ذلك لكن هذا الخير باق في الأمة إلى قيام الساعة هذا الصحابة رضي الله عنه كان مثل والدته فأمه ولنا معها لقاء هي أم أيمن مرضيعة النبي عليه الصلاة والسلام وهي أيضاً من الحبشة فكان مثل والدته وكان مسؤولاً عن إبريق الماء الذي يستخدمه رسول الله في الوضوء فكانت هذه مهمته وكان يعمل راعياً رضي الله عنه يرعى ماعز النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم لكن بعد أن صار نبياً وبعد أن شغل بأعمال الدعوة لم يترك الغنم عليه الصلاة والسلام بل جاء بأيمن بن عبيد الحبشي هذا ليرعى غنمه صلى الله عليه وسلم وكأن في الأغنام سر يعني دائماً مرتبط بالأنبياء وعيسى يرعى الغنم وما بعثت الله النبي إلا ورعى الغنم كأن في الأغنام سر عجيب حتى يظل سر الأغنام حتى قيام الساعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أنه إذا كنا في آخر الزمان وكانت وكنا في آخر الزمان وجاء علامات الساعة قال يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع به شعث الجبال يفر بدينه من الفتن فالغنم هذه كأنها لها سر يحتاج إلى بحث فأسأل الله عز وجل أن يوصر لنا ذلك قيل عنه رضي الله عنه عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطع النبي السارق إلا في ثمن المجن وكان ثمن المجن يومئذ دينارا ولكن الحديث اختلفوا فيه وقالوا فيه انقطاع لأن مجاهد لم يدرك أيمن ولم يدرك عطاء أيمن رضي الله عنه تخلف عن غزوة خيبر ثم كتب حسان بن ثابت قصيدة يعتذر لأيمن فيها وقال على حين أن قالت لأيمن أمه جبنت ولم تشهد فوارس خيبر يقول حسان وأيمن لم يجبن ولكن مهره أضر به شرب المديدي المخمري ثم ساق لنا قصيدة يعتذر فيها عن تخلف عن غزوة خيبر قصة استشهاده رضي الله عنه في غزوة حني غزوة حني التي قال الله عز وجل فيها ويوم حني إذ أعجبتكم كثرتكم لماذا أعجبتهم كثرتهم لأن الصحابة كانوا إثنى عشر ألفا لم يجتمع هذا العدد وهذا الجيش بالنسبة للصحابة الجيش الجرار العظيم الكبير في غزوة حني إثنى عشر ألفا إلا في غزوة حني هنا الصحابة قالوا كلمة مشهورة جدا قالوا لن نغلب اليوم من كثرة لا أحد يقدر علينا ولكن كان عقاب الله عز وجل لأولئك الذين اغتروا بالكثرة يقول ابن أسحاق شاهد جابر بن عبد الله الجيش المسلم في المعركة فإن جيش المسلمين خافوا من هجوم مفاجئ من العدو وفر العديد من الرجال من ساحة المعركة كثير من الصحابة وأقولها لك كثير من الصحابة بل كثير من كبار الصحابة فر في هذه المعركة حتى تعلم بأن النصر هذا من حيث القوة والعدد ليست له ميزانية محددة مقدرة في الشريعة نستطيع من خلالها أن نقول متى نغلب إطلاقا ثم إذا أردت أن تقارن الغزوات الأخرى فستجد أننا هزمنا العدو وغلبنا العدو وذللناه شر ذلة في غزوات كنا أقل من العدو بكثير يقول وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم جابر دافعوا عن رسول الله عشرة وهذا ترجيع الحافظ بن حجر لأنه قيل عشرة وقيل سبعة وقيل تسعة أبو بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطالب والفضل بن عباس وأبو سفيان وربيع بن الحارث وأسامة بن زيد وأيمن بن عبي لما مات أيمن أنشد العباس بن عبد المطالب قائلا والعلماء اختلفوا في هذه الروايات لأن العباس روى رواية سبعة وروا رواية تسعة قال نصرنا رسول الله في الحرب سبعة وقد فر من قد فر عنه وأقشع وثامننا لاق الحمام بسيفه بما مسه في الله لا يتوجع قال ابن إسحاق في الأبيات والسبعة علي والعباس والفضل بن العباس وأبو سفيان بن الحارث وابنه جعفر وربيع وأسامة والثامن أيمن بن عبيد وقال نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من فر منهم وأقشعوا وعاشرنا لا في الحمام بنفسه بما لاق الحمام بنفسه بما مسه في الله لا يتوجع هنا هذا الصحابي الجليل أيمن بن عبيد الحبشي الذي لا ينتسب إلى رسول الله بنسب ولا قرابة إنما علاقته برسول الله أن رسول الله هو أب المؤمنين وأخ المؤمنين صلى الله عليه وسلم ونجاة المؤمنين فدافع أيمن بن عبيد لأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قيمته لا تتمثل في شخصه بل قيمة النبي عليه الصلاة والسلام تتمثل في كل شيء جاء به صلى الله عليه وسلم لذلك قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم حتى قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم على على كل خلق بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فأيمن بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه يضحي بنفسه ويدافع بنفسه ويموت شهيدا ليعطى أعلى ويسام وهو وسام الشهادة ويدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام فأسأل الله عز وجل أن يتقبله في الصالحين وأن يرضى عنه وعن سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رب العالمين